ضجة واسعة اثارتها اتمتت امتحانات الثانوية العامة لطلاب العلمي والادبي والشرعي في مناطق سيطرة سلطة الاسد وبالرغم من ان اسئلة الامتحان لكافة المواد جاءت من وزارة التربية ومديرياتها التابعة لحكومة الاسد الا ان طلابا اكدوا انها لا تشبه النماذج التي عممتها وزارة التربية مؤخرا كما اشتكى طلاب لحلب اليوم من ضيق وقت الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت اللازم لحل الاسئلة وخاصة لنمط هم غير مدربين عليه المناهج السورية غير معدة لنمط اتمتة الامتحانات كذلك اسلوب التعليم وخبرة المدرسين هكذا برر احد المعلمين لحلب اليوم استياء الطلاب والاساتذة من الامتحان الاخير ويبدي المصدر استغرابه من قرار التحول الى الاتمتة بشكل مفاجئ وقبل شهر فقط محال دون تمكن الاساتذة حتى من تطوير وتغيير طرائق تدريسهم كي تتناسب اكثر مع نظام الاتمتة قرار الاتمتة ترافق ايضا مع قرار يقضي بانهاء العمل بالدورة التكميلية المعمول به مؤخرا قرار اعقبه تراجع استثنائي معكس التخبط الواضح بالقرارات من قبل وزارة التربية التابعة للاسد وزير التربية في حكومة الاسد محمد عامر مارديني وفي حديث لصحيفة الوطن المقربة من الاسد قال انه لم يسمع اي ملاحظة سلبية على جوهر الاسئلة المؤتمة من الطلاب خلال جولته على بعض مراكز الامتحانات الا ان طلابا واساتذة شككوا لحلب اليوم برواية الوزير ووصفوا جولته بالمسرحية اي انها سيناريو اعد مسبقا ليكون بهذا الشكل السياسات هذه تنعكس سلبا على العملية التعليمية في مناطق سيطرة سلطة الاسد التي تعاني اصلا من شح الكوادر التعليمية والمتخصصين وازدحام الشعب الصفية لتوفير ما امكن من المدرسين الذين غادر معظمهم البلاد هربا من الخدمة العسكرية بصفوف قوات الاسد او الفروع الامنية او التدني الجائر بالاجور في ظل ازمات معيشية خانقة كانقطاع الكهرباء وغياب التدفئة تحديات وصعوبات للطلاب والمعلمين على حد سواء قرار الاتمتة خاطئ وتوقيت تطبيقه خاطئ ونموذج تطبيقه خاطئ يقول معلمون لحلب اليوم ويضيفون مشككين هل وزارة التعليم وحكومة الاسد تعمل من اجل الطالب وهل نجاحه محور العملية التعليمية ترجمة نانسي قنقر